فيما الوباء يشتاح اليمن في مختلف الاتجاهات؟ عابراً للنقاط والمنافذ دون تمييز بين المناطق التي هي تحت سلطة الشرعية أو تحت سيطرة الميليشيا يستقبل الناس رمضان الثالث في ظل الحرب التي يدفع البسطاء والفقراء ثمنها الأبهض وكلفتها الأفدح نهزت وفيات الكوليرا 360 ضحية بينما المستشفيات تتكدس بآلاف المصابين وعداد القتل لا يزال يحصد الأرواح في مختلف الجبهات وبالتزامن يستفحل فساد الميليشيا وتتسع فجوة الفقر لا يبالي الانقلابيون بمن يموتون بالوباء كما لا تعنيهم صور ضحايا قذائفهم وبالتوازي يتهجرون بمعاناة الضحايا في بورصة الابتزاز السياسي في هذه الأثناء يتهيأ الناس لاستقبال رمضان بينما يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وتتضاعف معاناة نحو ثلاثة ملايين نازح وما من بيت إلا وفيه وجع ومعاناة بالمقابل يتساءل المواطن البسيط أين تقف الحكومة الشرعية من خريطة هموم الشعب وما الواجب الذي ينبغي أن تطلع به على الأقل للتخفيف من أعباء الحرب وتبعات الانقلاب فما عساه المواطن المغلوب أن يفعل لمواجهة الحرب والغلاء والوابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة